اهلا بكم في حلقة جديدة النهاردة هنتكلم عن غيبوبة مريض السكر وازاي نقدر ننقذه في الاول لازم نعرف ان في نوعين من الغيبوبة بتاعت مريض السكر غيبوبة نتيجة ارتفاع نسبة السكر في الدم والغيبوبة التانية نتيجة انخفاض مستوى السكر في الدم لازم نعرف نفرق اما بينهم وعلى هذا الاساس نقدر ننقذ المريض اول حاجة هنتكلم عليها اللي هي غيبوبة ارتفاع مستوى السكر في الدم ودي بيكون سببها الرئيسي هو اهمال علاج مرض السكر عند المريض وعلشان كده الشخص ده اول لما يخف من الغيبوبة بنبتدي نتعامل معاه ونبتدي نتكلمه انه لازم يلتزم بالعلاج بتاعه مصبوط سواء بالاقراص اللي بياخدها او بالانسولين ومواعيده والجرعات بتاعته مصبوطة تاني حاجة لازم يلتزم بحمية غزائية لما ييجي يأكل يعني ايه يعني لازم يلتزم بوجبات محددة اللي الدكتور بيحددها له بكميات معينة بدون تقليل او افراط تاني نوع من الغيبوبة وهو غيبوبة انخفاض مستوى السكر في الدم ودي سببها الرئيسي هو الاستخدام الخاطئ لأدوية علاج مرض السكر يعني انسان بيستخدم الانسولين ممكن يكون مش عارف الجرعات بتاعته او بيزود استخدام الدواء عن المفروض تاني حاجة اهمال الوجبات الغزائية يعني مثلا ما بيكونش الوجبات الغزائية بتاعته بانتظام فده بيؤدي الى انخفاض مستوى الجولوكوس في الدم عن 60 مليمتر لكل 100 ملي في الدم غيبوبة انخفاض مستوى السكر في الدم اخطر من النوع الاول بسبب ان هي بتؤدي الى ضرر بالغ في خلايا المخ لو ان احنا ملحقناش الشخص ده في خلال 24 ساعة ممكن خلايا المخ تتأذي والانسان ده يموت دلوقتي لو مريض السكر لسه ما دخلش في الغيبوبة يعني لسه يعني ما فقدش الوعي لو احنا عارفين ان هو عنده ارتفاع في مستوى السكر في الدم بنبدأ نسأله بسرعة على العلاج بتاعه اخده ولا لأ ونبدأ نديله الجرعة المظبوطة بتاعته وبالنسبة برضو اللي عنده انخفاض مستوى السكر في الدم لو الشخص ده لسه واعي بنبدأ نديله عصير فيه سكريات بنبدأ نديله سكر في بقه بنبدأ نرحقه بحاجات فيها سكريات قبل ما يغم عليه ممنوع منعا بتا ان واحد يكون في غيبوبة مغمع عليه خالص تماما ونحط له اي مشروبات او اطعمة في بقه الشخص ده بيكون فقد الوعي فلو احنا ادينا له اي حاجة في بقه احنا كده هنسدله مجرى التنفس وكده هنساعد ان الشخص ده يفقد حياته اتكلمنا عن ازاي نلحق مريض سكر قبل ما يقع في غيبوبة سواء كان ارتفاع في مستوى السكر في الدم او انخفاض بس كان لسه واعي دلوقتي بقه احنا في مشكلة ان الشخص دلوقتي مغم عليه واحنا مش عارفين هل هو عنده غيبوبة ارتفاع سكر في الدم ولا غيبوبة انخفاض السكر في الدم بتكون في شوية علامات بتوضح لنا الفرق ما بين الارتفاع والانخفاض لو واحد مغمع عليه ولقيناه جلده جاف ودافي وكمان لقينا في جفاف شديد في البقه او عنده عطس شديد جفاف في اللسان في ريحة من بقه عاملة زي ريحة الاسيتون او شبه ريحة الفواكه بنلاقي ضربات قلبه سريعة بنلاقي تنفسه سريع العلامات دي بتدل ان الرجل اللي مغم عليه ده في غيبوبة ارتفاع السكر في الدم وهنا لازم نتصرف ان احنا نديله انسولين لان الشخص ده مستوى السكر في الدم عالي اول ما هنديله الانسولين بتاعه الجرعة اللي الطبيب يحددها اول ما هنديله الانسولين الشخص ده هيبدأ يفوق لما مستوى السكر يبدأ ينزل لكن لو لقينا اعراض تاني غير كده يبقى الشخص ده عنده غيبوبة انخفاض مستوى السكر في الدم اللي هي ايه بقى بنلاقي عنده عرق غزير في جسمه الشخص ده بنلاقي الجلد بتاعه بارد ورطب بيفقد الوعي بسرعة يعني يبقى بيتكلم معنا عادي ومرة واحدة يفقد الوعي بنلاقي تنفسه سريع ما بنلاقيش عنده الجفاف بتاع البق ولا بنلاقي عنده رحة الاسيتون اللي هي شبيهة بالفواكد التنفس بتاعه بيكون سريع ضربات قلبه بتبقى سريعة كل دي علامات بتدل على انخفاض مستوى السكر في الدم الشخص ده لو اغم عليه انا ما اقدرش ان انا احط له اي سكريات في بقه او اي حاجات يقدر يبلعها لاني هسدله مجرى التنفس في الحالة دي لازم بسرعة استعين بالمستشفى او بالطبيب علشان يجي بسرعة ينقذوا وبسرعة انقله الاقرب مركز طبي علشان يعملوله الاسعافات الاولية وينقذوه خلصت حلقتنا بتاعت النهاردة واتمنى تكونوا عرفتوا تفرقوا ما بين غيبوبة ارتفاع السكر وغيبوبة انخفاضها وان احنا فعلا نقدر نقدم المساعدة لأي شخص محتاجها في اماكن كتير ما بيكونش موجود فيها اطبة والوقت بيكون مهم جدا وعلى فكرة عاوزين نتكلم في نقطة سريعة كمان ان لو شخص عنده ارتفاع في السكر واحنا حاولنا نديله اي حاجة فيها سكريات لو احنا مش عارفين نفرق ده مش هيدره خالص لكن الشخص اللي هو عنده انخفاض مستوى السكر ولو انا مساعدتوش هيحصل له مشكلة كبيرة فانا في الحالتين ممكن اساعد المريض ده ان انا احاول اديله سكريات لو هو واعي ولو هو صاحي لكن لو كان في غيبوبة انا ما عنديش حل تاني غير ان انا اطلب الاسعاف نراجع مع بعض بسرعة العلاج وازاي اتصرف التصرف السليم الشخص لو كان عنده ارتفاع في مستوى السكر وكلمناه وعرفنا انه عنده مشكلة في العلاج بتاعه انه هو اهمل انه ياخد العلاج بسرعة اجيب جرعة الانسولين بتاعته وادهاله الشخص لو كان عنده انخفاض في مستوى السكر في الدم بسرعة اقدر اديله عصير او اي حاجة فيها سكريات او اقدر احطله بسرعة سكر في بقه دلوقتي فيه مريض لسه واعي وانا مش عارف هو عنده ارتفاع ولا انخفاض في مستوى السكر مفيش مانع ان انا ممكن اديله سكريات بمقدار معين علشان هو ممكن يكون عنده انخفاض في مستوى السكر ولكن لو كان هو عنده او داخل على غيبوبة ارتفاع في مستوى السكر مش هيضره لو انا برضو اديته سكريات لكن لو كان عنده انخفاض يبقى انا كده انقصته اديله السكريات قبل ما يغمى عليه واتصل بالاسعاف بسرعة اما بقى لو كان الشخص دخل في غيبوبة وانا مش عارف هو عنده ارتفاع ولا انخفاض في مستوى السكر اول حاجة اعملها علشان ابقى اتصرفت صح ان انا اكلم الاسعاف تاني حاجة ان انا اطمن ان هو بيتنفس كويس ان هو قلبه شغال ضربات القلب بتاعته شغالة حتى لو هي سريعة حاول اتابع المؤشرات الحيوية بتاعته لحد لما الاسعاف يجي اتمنى اكون في التوكو بمعلومات كويسة في الدقائق الاوليلة دي والى ان نلتقي في حلقة جديدة سلام